نمبر سري قلناها كمان ان الماس اف اني مطر is a fixed value يعني ثبتة مهما كات عندك البليس سواء على المون او الارث عشان كده الرسمة اللي تحت دي بتقولك انا عنده اوبجيكت على الارث اهوا ونفس الابجيكت على المون الماس على الارث اقوى الماس على المون because the mass is a fixed value doesn't change by changing the place دي حاجة قلناها الحصة اللي فات وخدنا الديفايسز خدنا الاجهزة التاعة measuring the mass وخدنا كمان الميجرينج يونت ادي الديفايسز انا عندي هنا بالنسبة لي الميجرينج يونت عندي منها اتنين وقلناك تلتة ليلة طن عندي الجرام وده تقريبا اقوى الماس بتاعة one paper clip وخدنا الكليجرام بتسوي تقريبا الماس بتاعة one liter of distilled water المقطر وقلنا كمان الطن ده كانت ايه الكمية كبيرة جدا بتقيس very very big mass بعد كده اخدنا الديفايسز اللي هي الاجهزة التولز اللي بتقيس الماس قلنا بنقسمها الى قسمين القسم الاول two arm scale القسم التاني one arm scale two arm scale يا جماعة دي عبارة عن ميزان زو كافتين وهذا الميزان بتقسمه الى قسمين القسم الاول بيبقى balance scale اللي هو بيقيس الحاجات الكبيرة هيبقى two arm scale balance scale اتفضلي يا فريدة اتفضلي يا فريدة ايه روالي الطن ما كانش له التعريف زي الجيلو جرام والجرام تمام تمام يا حياتي اوكي شكرا بص عدتي هو الطن ده عشان ما هياش common اوي بالنسبة لنا ما هياش مستخدمة كتير بالنسبة لنا يعني الطن ده يعني ما تستطيع مش في الحاجات انادرا ما تحدث زي قلنا الحديد بتاع المباني او السمنت السمنت او مثلا اللوريز او الشحيات دي كلها فعشان هو مش دارك بالنسبة لنا ما هواش common اوي بالنسبة لنا فعشان كتيرا ما كانش مهم ان احنا نقول تعريفه بالزبط اه نرجع تاني الـ devices قلنا two arm scale one arm scale two arm scale بنقسمها القسمين balance scale بيقيس ال big masses و sensitive two arm scale بيقيس ال small masses بعد كده دخلنا على الone arm scale برضو في قسمين قسم بيقيس ال small masses زي one arm additional scale ده بيقيس الحاجات الصغيرة وone arm scale with pointer اللي هو الميزان زوء المؤشر وده بيقيس الحاجات الكبيرة تقريبا احنا وقفنا لحد هنا تمام؟ تعالا بقى مع بعض نشوف هنكمل مع بعض دي بقى ازاي بستخدم بستخدم ال skills انا طبعا يا جماعة لو جاي لسؤال وقال لي ايه قال لي انا عايز احسب مثلا الماس بتاعة small masses الماس بتاعة الحاجات الصغيرة عندي احتمال من اتنين عندي احتمال من اتنين اول احتمال ال balance skill ال balance skill تمام؟ اهو ده بيقيس large masses يبقى لو انا عايز ايه ال large masses اقول له balance skill طب واحد يقول لي يا سير طب انت عندك كمان one arm skill with pointer كمان بيقيس ال big masses اه لكن يا جماعة الحاجة الافضل في الاجابات لما يقول لي what is the device used to measure the big or large mass اقول له ال balance skill وده بيقيس ال large mass يبقى ال balance skill used to measure the large mass زي ال cheese زي ال vegetables and etc طب الحاجات الصغيرة اوي زي ال gold والsilver والchemicals اللي هي sensitive to arm skill يبقى انا عندي يا جماعة خلي بالك هنا انا عايز اقول لك حاجة تيجي في الاسئلة وخلي بالك لما تيجي في الاسئلة الراجل بيصحح ده بيكون عنده نموذج اجابة هو ملتزم بيه بمعنى لو قال لك big mass big mass هتستخدم ال balance balance skill لو قال لك اول ما يقول لك ايه الدفايس اللي بستخدر في ال big mass سيادتك هتقول له ال balance skill طب number two لو قال لك اللي هو small mass هتستخدم sensitive sensitive to arm skill يبقى انا عندي نوعين من ال skills الحاجات الكبيرة ال big masses هستخدم معاها ال balance skill الحاجات الصغيرة اللي هي ال small mass هستخدم معاها sensitive to arm skill دولت في حالة قياس الماس تعال انا بقى نرجع تاني نرجع تاني لحتة اللي احنا قلناها اللي هي الراجل بيقولها اللي بيقول لك انت عندك نوعين من ال mass في عند حاجات صغيرة وحاجات كبيرة لو كنت عايز الحاجات الكبيرة اللي هي big mass هستخدم ال balance skill لو كانت حاجاته الصغيرة اللي هي small mass هستخدم sensitive to arm skill اتفضل يا عبد الرحمن محب ما عليش يا سر الصغير ممكن بس اتعايز الحاجة تاني حاضر حاضر راكز معايا حاضر تاني يا جماعة هو الراجل قلنا عندي نوعين من ال mass حاجات big وحاجات small لو الراجل طلب مني ايه ال device اللي بستخدمه في قياس ال big mass هقول له بالانس سكيل طب ايه ال device اللي بستخدم في قياس ال small mass هقول له sensitive to arm skill يبقى البالانس سكيل بتاع ال big mass البالانس سكيل بتاع ال big mass sensitive to arm skill بتاع ال small mass sensitive to arm skill بتاع ال small mass ادي اللي انا عايز اقوله هنا طب تعالى بقى نقول حتة مهمة جدا ايه هي بيقول لي والله لما تيجي سيادتك تحسب المس بتاع اي object بستخدم ايه وليكن هستخدم البالانس سكيل طب البالانس سكيل عشان استخدمه يا جماعة في عندي حاجة لازم ارعيها وانا شغال ايه هي تعالى مع بعض ونشوف كده اول حاجة ايه يقول لي عشان تستخدم البالانس سكيل اللي هو ده في قياس المس number one لازم يكون clean اده اول حاجة وبعدين horizontal افقي هتراحز انت محمد حسين متفضل يا محمد سيد بستخدمك يفع تعيد لان مصطوب بيقطع هو جماعة حاضر 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 بس هو التقطيع يا جماعة ده من النت مش من يعني جايز يكون من عندي جايز ما عندكم بس احنا هنحاول ان احنا نتلاشر الموضوع حاضر يا محمد حسين حاضر من كمان محمد حسين متفضل طيب خلاص اوكي نفل مايك خلاص نفل مايك خلاص اوكي خلاص تعال يا جماعة تاني قولي حتة دي تاني بيقولي والله لما تيجي تحسب الماس بتاع اي object لما تيجي تحسب الماس بتاع اي object ايه اللي بيحصل لازم الميزان اللي سيادتك بتحسب عليه الماس يكون في حاجة اول حاجة clean clean تاني حاجة يكون horizontal يعني ايه الكلام ده سيادتك لو رحت عند اي حد بيحسب بيوزن اي حاجة طماطن خيار اي حاجة هتلاقي الراجل ده حاطط الميزان بتاعته على طرابيزة سبتة طرابيزة سبتة وعليها الميزان مش ممكن يحط الميزان ده على الارض الارض ما هياش مستوية مش horizontal مش افقية يبقى لازم الميزان بتاعي لما يجي حطه عشان استخدمه في القياس يكون مستوي على حاجة طرابيزة مستوية يكون horizontal وكلمة horizontal يعني افقي طب ليس ايه ادي واحدة الحاجة التانية لازم يكون clean 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 يعني نضيف انت لو سيادتك مثلا حد فيكو راح مع منطوة ولا حاجة للتاع الدهب عشان يشتري اي حاجة هتلاحظ ايه اولا عمر بتاع الدهب ده لازم الميزان بتاعته او الكفة اللي بيحسب عليها كل شوية بيمسحب بكلانكس كويس اوي 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 لان الميزان ده sensitive sensitive حساس وبالتالي اي زر الطراب هتيجي عليها ده لو حتى نموسة او زبابة وقفت عليها هتفرق كتير جدا ده نخلي بالكو الجرام دلوقتي ب800 جنيه واختر من كده فاصبح الموضوع فارق جدا معاه عشان كده لازم يكون ميزان number one لازم يكون clean طبعا لم اقول لك clean ليه علشان يديني accurate accurate measurement وكلمة accurate measurement يعني قياس دقيق يبقى الحاجة تتقاس بدقة هادي number one number two لازم يسير يكون horizontal افقي افقي يعني ايه يعني موضوع horizontal على حاجة stable على حاجة ثابتة وده ليه بقى شوف الاجابة بصلي اجابة to avoid any vibration لان يا سير لو انا حطيته على حاجة تتهز مش هيبقى القياس دقيق لان الميزان هيهتز تعالى نشوفها مع بعض كده تاني ازاي اهو اتقول لك ايه هنا but clean balance scale horizontal على stable shell على rough stable ثابت ليه ده طبعا give reason واسيادتك هتكتب جنبها keep هتكتب جنبها keep number two الايجادة بتاعتي to avoid تحتها خط بمعنى يتجنب to avoid يعني يتجنب انجي تفضل يا انجي انجي طيب to avoid any vibration يعني لتجنب اي اهتزاز لان الاهتزاز اللي هيحصن عندك ده هيأثر في الميجورمنت يبقى مش هيديني قياس دقيق يبقى السؤال تاني give reason put a clean balance scale horizontally on a staple disk او اي حاجة horizontal اجابتي to avoid to avoid للتجنب any vibration of the balance scale any vibration لتجنب اي اهتزاز في هذا balance scale ادي number one number two ادي الوقت يا بقيس الحاجات دي كلها لما جي مثلا الراجل عرف لما الراجل مثلا تروح تشتلي بطيقة بيعمل ايه الراجل بتاع البطيخ حدي فيكو ابي كاشترا بطيخ طيب ما فيش ولا واحد بيأكل بطيخ انا بحب البطيخ لو انا جيبنا روحنا الراجل بتاع البطيخ كده يقوم حاضر البطيخة كده في كفة ويبدأ يحط standard measures كتا القياسية يحط مثلا كفة ولتكن مثلا كفة باثنين كيلو او واحد كيلو الاول وكمان نص كيلو وكمان مش عارف اثنين كيلو يقول لك يا بوس يا بيه البطيخة بتاعتك دي اثنين وواحد تلاتة وكمان هاف يبقى تلاتة ونص كيلو جرام يبقى انا بحسب اي object ازاي ب total مجموع standard measures خلي بالك من كلمة standard measures دي كلمة standard measures بمعنى كتا القياسية ويقصد بها ايه الحديدة اللي سيادتك بتشوفها عند الراجل اللي هو اللي بيوزن ده الحقيقة دي دي ودي بسميها standard measures standard measures يعني كتا القياسية شو بيقول بقي هنا ايه خلي بالك من conclusion ده حط علي كيب the mass of any solid object الماث بتاع اي solid object equal يساوي to the total mass كلمة total mass يعني مجموع الكتل يبقى انا الحبة اللي هنا هاخدهم واجمحهم ده مع ده مع ده مع ده مع ده لحد ما شوفوا كله كان ويطلع لي هو الماث بتاع هذا solid object يبقى the mass of the solid object equal to total mass total mass كلمة total mass يعني المجموع الكتلي بتاع كل ده of standard كلمة standard measures يعني الكتل القياسية وفاهمك يعني ايه كتل قياسية هتلاحظ ان الكيلو جرام الحديد اللي عند الراجل البقال ده الحديدة اللي مكتوب عليها one kilogram لو لاحظتها وبدأت تشوف كل البيعين عندهم نفس الحديدة بنفس الماس علشان كيف يسميها standard قياسي يعني كل one kilogram اللي في العالم كله قد بعضه في الماس وهو ده standard mass او الكتلة القياسية او الكتلة القياسية وكلمة قياسية اي انه هي عبارة عن كتل متساوية في جميع انحاء العالم ودي اللي بتحددها وزارة خاصة بالموازين او هيئة خاصة بالموازين علشان تبقى كل الكتلة دي ايكوال يبقى الحتة دي يا جماعة كيف يلا سيادتك اعلم عليها معايا كده الجزء ده كده كيف يبقى the mass of innocent object equal the total mass of standard masses which balance which balance وخالب لك من كلمة balance التي تتزن وتتساوى with the object تمام جدا يا سيئ نوت اللي مفاتح لمعاك ما هي في المعاك وسمحتم on adding the mass of the standard masses we must be sure that they are similar in unit الله انا عايز اشوف بقى ايه موضوع similar in unit دي خلي بالك من حاجة كلمة similar in unit يعني لازم تكون لها نفس وحدة القياس ازاي يا سير هقولك ازاي مثلا انا دلوقتي يا سير رحت اشتري اي حاجة زي بقولنا بطيق من شوية كده الراجل قال لي ايه ال standard message كانت وحدة مقدرها اتنين كيلو جرام اهو 2 كيلو جرام 2 كيلو جرام اذا اول واحدة والتانية كانت 1 كيلو جرام حلو قوي والتالتة كانت 250 جرام اه قال لي لا يا عم كده مش هقدر احسبها ماقدرش اجمع 2 كيلو جرام مع ال 1 كيلو جرام مع 250 ليه لان ده بالكيلو جرام وده بالكيلو جرام لكن ده بالجرام طب اعمل ايه قالك يتخليهم كلهم كيلو جرام يتخليهم كلهم جرام طب اعمل ايه خليها كيلو جرام بص معايا ادي 2 كيلو جرام بلس 1 كيلو جرام بلس هقول لك تعمل 250 دي معناها 1 كورتر 1 over 4 هديك دلوقتي حاجة تحفظها وتثبتها معاك يبقى 250 جرام تساوي 1 over 4 جرام كيلو جرام يبقى 2 و 1 سري يبقى 3 and 1 كورتر كيلو جرام طب انا برضو عايز افها ماكتر من كده يا سيد حاضر يا سيد هقول لك حاجة حلوة جدا دلوقتي انا اتفضلي يا سلمة معلش يا سيد السودة كان بيقطع في الجزء الاخير ما كنت سمعي كويس طب يا حيبت حاضر حاضر تمام حاضر اوكي بصوا جماعة دلوقتي انا عاوز اتفضل يا عبد الرحماء سيري انفاطي بتشرح الكونكولوجين حاضر الكونكولوجين حاضر يا حيوة حاضر بصوا جماعة دلوقتي انا دلوقتي انا الاول في الكونكولوجين يا عبد الرحمان ركز معي لو سمحت هيقول لي ايه انا عشان احسب اي مسيح عبد الرحمان لازم اجمع الكتل القياسية اللي عندي انا بحط انا بحط مثلا مجموعة من الموازين في كفة وقدامها البطيخة اللي انا عايز اقسها طب كتلة البطيخة كان اجمع كل الموازين اللي في الكفة اللي هي اللي فيها الحديد ده اشوف كل اللي عندي اجمعه مع بعضه هيديك الكتلة تاعة هذا البطيخة او ايا كان اللي هو عايز اقولها عبد الرحمان تفاضلي عبد الرحمان شكرا اتفاضلي يا حبيب عبد الله محسن تفاضلي عبد الله تفاضلي عبد الله ايو ماش حضرتك مسر دلوقتي بتتكلم مع البلانس سكيل صح اي اي سكيل سواء بلانس سكيل او ورم سكيل وز بوينتر او ايا كان اي اي سكيل انت لوقتي عايز تحسب الماس بتاعت اي اوبجيكت سواء كانت سمول سواء كانت بيج ايا كان خلي بالك بص يا بص يا عبد الله انا عايز اقول لك حاجة زمان ايه في المايكوار انا هتكلم معاك زمان يا عبد الله كان اي سالباونا تلاولك ايه زمان كان الميزان بتاع زمان ما كانش كده اللي عندي بتاع الدهج كان الميزان اللي هو ده كان عامل كده وكان هنا في الوسط فيه مؤشر وبشكل ده كان يحط الخاتم هنا ويبدأ يحط مجموعة من الموازين الصغيرة هنا بحيث الكفتين يكونوا بالانس لما الكفتين يكونوا قصة بعض بالانس هيبقى الماس بتاعة الحلقة او الغوش او ايا كان بتساوي الماس بتاعة كل الحاجات اللي الجواهير جي حطاها هنا طب يحسب لك الماس ازاي يطلع دول ويجمع يجمع يجمع يقولك الماس بتاعة دي كذا جرام طب انا دلوقتي بقولك لو انا عندي حاجات كبيرة مثلا البلانس سكيل زي ما انت بتقول طب ازاي يصير هقدر ان انا احسب الماس بتاعتها قالك بمنطهة البساطة اقولك تحسب الماس ازاي اول حاجة تشوف الماس اللي انت حطتها هنا وتجمعهم كلهم بشرط وتجمعهم كلهم بشرط ان يكون كلهم لهم نفس اليونت يبقى انا عمدي اتنين كيلو جرام مع واحد كيلو جرام مع 250 جرام اعمل ايه يبقى 2 و 1 3 وال250 دي يا جماعة تساوي 1 quarter انا هقولك حاجات يلا اكتب معايا الحاجة دي واحفظها اكتب معايا يلا بص معايا 250 جرام اكتب كلا يلا اقوال 1 over 4 كيلو جرام يبقى لو جاب للراجل 250 جرام اولو دي تساوي ربع كيلو جرام 250 جرام اقوال 1 over 4 طيب 500 جرام اقوال half كيلو جرام يبقى ال500 جرام كأنها نص كيلو يبقى ال500 جرام اقوال 1 over 2 اللي هو الhalf كيلو جرام طيب التالتة 750 جرام اقوال 3 quarters كيلو جرام يبقى بتساوي 3 اربع كيلو جرام يبقى انا دلوقتي عندي 3 حاجات اخلي بالي منها علشان لو جابها لي بالجرام اقدر احولها الكيلو جرام بمنطقة البساطة 250 جرام تساوي 1 quarter ربع كيلو 500 جرام تساوي نص كيلو half كيلو جرام 750 جرام تساوي 3 quarters 3 quarters دي يا جماعة عشان احسب يبقى يرجع تاني للصفحة بتاعتنا هوا تاني يبقى خلي معك عبر رحمن بالي خلي بقى عبر رحمن تاني هوا الماس بتاعت اي object بتساوي total mass total mass يعني ايه يعني مجموع الكتل بتاعت اللي انا حطيتها اجمع 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 يطلع في الاخر دي طيب اهو بيقول لي خلي بالك on adding mass of standard masses we must be sure لازم نكون متأكدين they are similar in unit لازم تكون متشابهة متساوية في الايه جماعة في اليونت طيب تعالا بقى نكمل نكمل حاجة تانية الاول ايه نعمل نهول صفحة فاضية كده طيب نكمل بقى جماعة حاجة تانية اه طيب هنا بقى لو انا عايز يسير احسب ايه احسب الماس بتاعت خليك معا بقى هنا مين مين الرفع دي طيب عندنا محم مهند الفضل يا مهند احنا هناخد الكلمات اه طبعا الكلمات يا جماعة تحت حفظ بس انا بس النهاردة بس ايه انا انا فيه ناس سمعتلي يعني عندي مثلا يوسف فادي سمعلي وماريام سمعتلي الكلمات وبعدتها لي الناس برضو ما سمعتش انا هنعمل يا جماعة على المنصة بتاعت لأدومودو وهنعمل امتحانات وهنعمل لهم ورقات بس لسه بنجاهزها فيه على المنصة بتاعت ادومودو هنعمل لكم اكاونتاد وكل واحد هنعمل له هومورك وهيبعت له هومورك للمسل السيكاتيرا عشان تصححه وهنعرف مين اللي عمل ومين اللي ما عملش وهنعمل امتحانات الحاجات دي كلها تتجاهز ان شاء الله ان شاء الله بداية الاسبوع الجاه تكون جاهزة فالناس تخلي بالها معانا عشان هنتقل الحاجات دي بس انا ايه يا دوبك عشان بس لسه في الاول كده عايزين بس ما نشدش عليكم جامد الفضل عبد الرحمن بلال سير حضرتك النوت اللي انت لسه قريه هل نحفظها اه اه تتحافظ يا عبد الرحمن نور البرهامي سير انا سمعت الكلمات مع ماما وقفلت طب ما بعتليش ايه السورة بتاعتها بعد كده يا جماعة التسيميع يا جماعة انا سمعتم عالخاص مش عالجروب عالخاص ده التسميع التسميع يا جماعة جيلا عالخاص ماشي يا نور دائم يسير اصلا سمعتها قبل خمس دقايق يعني طيب يا حياتي اوكي ابعتها لي بعدك سورة ابعتها لي سلمة تفضل يا سلمة اي ماشي حياتي اوكي سلمة اا حضرتك يا سير انا سمعت وبعدت الحضرتك سلمة? تمام يا سلمة سوري اه في حد جامي كمان اه غير غير مارين تمام ماشي يا سلمة? يوسف. مش حضرتك لما تجاهز. اتفضل قولي يا حيوتي معايك معايك يا تفضيل. مش حضرتك لما جاهز الحاجات اللي على الاثمودو هتبقى تابعتها على الجروب صح? لأ مش هيبعتها على الجروب بقى. الاثمودو ده هقولكو كدخلوا يلا على جموده فيهم مورك كل واحدة هيخش هيلاقي الاثمودو بتاني الع الاثمودو. يعني مش هقولك بقى الجروبات بقى أنا هقولك بقى تابعني يلا فيه هومورك على قدمودو سيادتك هتخش بالأكونت بتاعك على قدمودو هتلاقي فيه في المهام في الواجبات تفتح هتلاقي هومورك هتلاقي فيه تيست مثلا لو فيه تيست هتخش على هومورك تحله وتعمله سيف المس هتخش بقى عليكم وتشوف كل واحد وتقيم كل واحد اخطاء ايه ونبدأ ايه نحاسبها بعد كده بس مش هقول لكم بقى مش هبعتوا على الجروب هيبقى على قدمودو مباشرة على الطول العافية يا حبيبتي يوسف حاتم اتفضل يا يوسف يوسف حاتم طيب يوسف مش معنا مين عبدالله تاني عبدالله محس اتفضل يا عبدالله لو سمحت يا مصر احنا نسمع الكلمات ازاي يعني بص يا حبيب دلوقتي الكلمات الاتحادية اتصادك بتسمحها وبابا او ماما معاك في البيت هيبدأ يشايك عليها ويسمعها لك ويصححها لك ايه يعني سبيلنج سبيلنج رايتنج ايه تمام ترجمة نانسي قنقر